فقد أدت التكنولوجيا التبريد في الجزائر إلى تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشي للأفراد بشكل ملموس خاصة في جنوب الوطن فقد ساهمت في زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتوفير بيئة آمنة لتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية وهو ما ينعكس إيجابيا على صحة وسلامة مواطنين سيدات والسادة يواجه قطاع التبريد تحديات كبيرة نذكر منها توفير الطاقات الكبيرة من إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى إشكالية التغير المناخي وضرورة استخدام التقنيات الصديقة للبيئة من أجل الحفاظ عليها والتي تعتبر مسؤولية مشتركة للجميع لذلك يجب علينا تبني حلول مستدامة تساهم في تقليل الإنبعاثات الحرارية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة ومتجددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر